موسيقى أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج أشكين في القانون اليوم عندنا سؤال دي الوحد السيد تقول تجمعت علي النفقة ولم أتمكن من أدائها هل يمكن لوكيل الملك أن يقصط لذلك ولا أدخل إلى السجن كما أن شخصا اقترح علي أن أنجز معينة بأن زوجتي ساكنة مع أهلها وينفقون عليها لكي يتم خفضها بالنسبة لدعوة دي النافقة التي هي تعتبر من الدعاوي التي يحرص عليها القضاء المغربي وكذلك يحرص عليها القانون وأبدع القضاء المغربي عدة اجتهادات لكي تتم حماية وصول النفقة إلى الزوجاء والأبناء لأن هذا الأمر ما فيش منقشة لأنه لا يمكنني أي أن نتحيل على عدم دفع النفقة للأبناء وللإمة الزوجة وللمطلقة إذا كانت عندها لحظانة هنا السؤال هنا السؤال هل يمكن لوكي الملك أن يقصط لذلك ولا أدخله إلى السجن هنا كان هدروه على دعوة ديال ديال أعرف على دعوة أو شيكاية أو على جريمة إهمال أسرة إهمال أسرة تختلف عن الإكراه البدني الإكراه البدني هو طريقة زجرية تتبع النيابة العامة من أجل إرغام شخص على دفع تعويض مع ولكن نحن هنا يرى أمام جريمة مشي وسيلة زجرية اللي تنفيذي تعويض ما لا هديرها جريمة ديالإهمال أسرة ما قد خلص نفق على أولادك ولا على مراتك هدير جريمة إلى المحكمة محتات محتات فغد يكون المحامون ديال الطرفين دلاؤوا بكل المعطيات لأن بعض المرات رحت الزوجة إلا كانت مو يصير أو الزوج مو يصير وما عندو شو تلك شي قدختلف الأمور يمكن يتم إيه فالزوج أولى أنه حسب الأجرار دياله وحسب القدرة دياله ممكن أنه يتم اللجوء كذلك المحكمة تلجأ إلى الزوجة الحاجة اللي يعني يمكن المحكمة تحكم على الزوجة بلدك الجزء اللي ما كيفيش حق الأطفال مما يمكن أن ينفذ أو يحكم على الزوج أو على الأب الملزم بالنفقة إذن إحنا وصلنا دابا الإكراه أعرف إلى إهمال أسرة إهمال أسرة جريمة لا يحق لوكي الملك أن يقصطه يمكن له أنه ربما وقال السائل هذا يدر الإكراه البدني الإكراه البدني نعم أن وكي الملك منحقه يقصط عنده في القانون أنه يقصط لأنه هذيك تكون تعويلات ولا مثلا شي فلوس دي للدول يعني ممكن مقابل ضمانات باش ما يتعتقل شي تكسيد وكي نفي إعلان وعشنا عند مع وكلاء الملك شخصيا مع وكلاء الملك في مدينة التطول أنه مرسوا هذا المسطرة عادي وخفو وبدأ وكي خلصوا الناس بشوية وشوية وفي المنفذ له قصو يتنازل باش يقدر هو يوقف كذلك أما أنه يقص لك وخا يقص لك لكن ترتكب تي جريمة تي جريمة دي الإهماء العسرة وبالتالي أنا بسبب لي وكما هو في القانون لا يمكن احتر معينة يعني باش نكمل الجملة دي لي لا يمكن نهائيا أن نتكلم هنا عن أمر دي فيد وكي الملك شي حاجة عنده شي مستر ما عنده شي مستر في ده إذن إذن المعينة 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 بأن الزوجة دي له هذي بقى زوجة إذن بقيم زوجين مش مطلقين مش تسكنت مع والدي ديها وينفقون عليها هنا نحن أمام حكم كي تنفد ما يمكن شي بشي تصرفيها وكي الملك ما يمكن شي عود الحكم جديد فوكي نفد حكم بحث وقرر بحث وحكم وحتى أمام المحكمة أثناء جاريان المستر دي الدعوة أو خات كون الزوجة سكنة مع والدي ديها وتنفق عليها فالنفقة ديها على زوجها وسكنها على زوجها وخات كون سكنة هذه المستحقات هي على عتق الزوج وبالتالي يعني نداء 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 إلى الآباء والأزواج على أن لا يتحيلوا على هذه القوانين التي هي ذات أساس اجتماعي وحضاري وذكرها رزوجة ديها وراك تحضر لك وليداتك وذكره ولادك يعني مزيدا مزيدا من من الرحمة ومزيدا من المسؤولية المسؤولية أنا كنقول هذه شيئا ولكن لا أقصد أولئك الأشخاص الذين لا يجدون نهائيا بما يمكن أن يقدموه لأبنائهم شكرا على الإنصات وإلى حلقة أخرى ترجمة نانسي قنقر